اشتركوا في القناة مين قالك يا حبيبتي ان الفلوس دي لانا بعيش بينها اما الفلوس دي منين دول يا حبيبتي من ايجار الكام فدان اللي انا ورستهم عن ابي الله يرحمه هو عمس عدوي جيبلك ايجار الارض ايوة ارتحتي بقى لا يا ماما يصحش خليهم معاك يمكن تعوزيهم هعوزهم في ايه بس يا حبيبتي انا الحمد لله كل حاجة موجودة عندي انت بقى لمصاريفك كترت ومصرفك ما بيقضيكيش خدي يا حبيبتي خدي ماشي يا ماما ربنا يخليكي لي يا رب ويخليكي لي يا حبيبتي ان شاء الله ربنا حيديكي خير كتير قوي كفايا حبيبتي انك انت زنقتي نفسك وعفتي نفسك وعفتي ابنك من المال الحرام ربنا سبحانه وتعالى عادل وكريم وحيديك على الدنيتك ولا يمكن يضيعك ابدا واللي بيبقي على ربه ربه سبحانه وتعالى بيبقي عليه حبيبتي يا ماما حبيبتي وحمد الله على السلاماتك اشرف يا عمر يا حبيبي يا عمر ificación زيك يا عمر وحشทني قوي بس اول ما يصحى خليك تلعب معاه حمد الله على سلامتك وعلى سلامة عمر يا عشر الله يسلمك يا عمر كده برضو يا أشرف ما تقولناش إنكوا جايين على قل كنا السنناكوا في المطار حبيتش أتعبك يا ماما وبعدين قلت عملها لكم وفاجأة أول ما الدكتور كتاب لنا على خروج حجاز تأول طيارة على مصر وجيت على طول يا حبيبي حمد الله على السلامة هيا يا ماما قولي بقى أجيب لك رز بلبن من اللي انت بتحبه لا يا ماما الله يخليك رز بلبن إيه بس أنا هدي لحضرتك ليه استهب الأكل المفروض ياك يعني أنا كان قصدي يضغزة شوية الواج جاي وشه أصفر وخاسس قوي لا يا ماما ربنا يخليك يبلاش السامنة للبلد يبقى أكلك ده اللي عمل إيه اللي عملها مش شوية خلاص يا سيد هنمشع نظام زي ما انت عايز بالظبط علامهم حمد الله على سلامته تيهودة هتفرح قوي أول ما تشوفكم أنا إن شاء الله بكرة الصبح هاخد أمر ونروح نزورها آه لازم تروح له أول ما تشوفه هتخف على طول ماذا كنت تشوفت لي؟ هتفرح مش بنا مني؟ ممكن أعدك ما قادرت شوفيه بس ديني وعد ليك ما كانش بنا من الليل عملت مستحيل عشان اقدر انفزه بس النهاردة انا جايب اشارك اقولك من قدرت اصوني الوحد برضو مش مسدقيني طب استني عمر ازايك يا مام ايوه هدو هم هالعملية وخف هم هم همر حبيبيا حبيبيίي وحشتني وحشتني قوي همر ده مس شكل انا عهدو يا هام براحة يا هودع الولد ده لسه فترة نقاخ مش متصدق اي你說ف الا قدام عيني انا كنت خلاص اتستني حشفه دالي رَبنا كبير يا حبيبتي فعلا يا ست الرائم رَبنا كبير اللي يشوف المدام من العشر داية ما يشوفهاش دلوقتي كانت رافضة الحياة ويأسى خلص يعني بتحيال يا دكتور هي ممكن دلوقتي ترجع زي الأول خصوصا أن عمر رجع لها تاني ده أنا روحي جد رايحة مني ورجعت لي تاني أنا أكدت لك يا سيادة الرائد أن اللي عند مراتك ما كانش مرض كان مجرد عرض يعني هي ممكن تخرج النهاردة ممكن جدا ليه لا أخيرا ربنا هيجمع شاملينها تاني كل شيء بقى أول يا ما انت كريم يا رب يا حبيبتي الحمدلله على سلامتك يا حبيبتي ألف حمدلله على السلامة الله يسلمي يا فاوم ألف ومبروك على رجعتك لينا بسحة وعافي الله يبارك فيك يا ساميح ومعليش ما تزعليش مني أن أنا ما حضرتش فرحكم أنت عارفة أنا كنت في دوامة ما يعلم بيها اللي ربنا لا أبدا يا حبيبتي درجوعك لينا بالسلامة هو فرحنا الحقيقي ده أنا حتى النهاردة ما روحتش الشغلة عشان أشوف معقولة ده أنا غالي عندكم بقى لا يا جماعة ما ينفعش كده أنا كده هتغر ده أنت بينا عليكي خفتي خلاص وتحسنتي أول الحمدلله بصراحة أنا أول ما شفت عمر واقف قدامي وأنا حسنتي أن أنا بقيت واحدة تانية خالص يا حبيبتي ألف حمد وشكري ليك يا رب ما عندكيش فكرة يا هدى آخر مرة زرناكي إلقنا عليكي قد إيه ليه يا طنت أصلك كتي سكتة خالص وطول القعدة مساهمة وقكنك مقطعانة بجد؟ مش فكرة ده كان الشهر اللي فات خلاص بقى يا نورة هي ذكرة حلوة قوي عشان تفكريها أيام راحت لحالها خلينا في النهاردة معاك حق والله يا سي أشرف إحنا كده حتى في الفرح بنعاية لا إحنا مش عايزين نعاية من النهاردة وراية عايزين كل أيامنا تبقى سعادة يا رب يا حبيبي وينويلة كل اللي ببالك قادر يا كريم أمين يا رب عارفها يا ماما إحنا المفروض نعمل حفلة كده حلوة في الجنينة ونتنبل لنا شوية تلحمة حلوية ونقد نشيون بس نورة ما تشويج عشان تحنقيتم مرة إحرام 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 مش بايا أنا أخرج الجنينة شوية عشان الجو هنا كتمع يا أختي وده ماله ده كمان مين دي؟ نعم أنت اللي مين يا أختي؟ دي هو ده مرات أشرف إيه ده؟ دي اللي كانت في المصحة؟ مش كده يا نعمة مش كده دي الملاف السعدي يا أختي آه صح عندك حقا معلش أنا أسفة بس قصي كنت بسمعهم يعني بيقولون أنك تعبانة وعيانة كانت تعبانة وخفت الحمد لله طيب كويس يلا حمد لله على السلامة وحمد لله على سلامة ابنك إن شاء الله الله يسلمك يا أختي تيبين عليها طيبة ومشريرة زي الجوزها اللي على طول وقف له بالعرض في زوره ده جرى إيه يا نعمة إسكتي بقى لو عندك كلمة كويسة أقوليها لو ما عندك إيش إسكتي خالص صح عندك حق يا حج أول مرة تقولي حجة صح أنا عمومة لحطلع قطي عشان ملبخش أكتر من كده سلام عليكم مين دي؟ دي برات الحج التاني حج مين؟ بابا يا هودا عم يا مسطر؟ هي دي اللي تجوزها؟ أيوة يا بنتي كل واحد بياخد نصيب اللي مكتوب له أيوة يا جماعة بس أنا شايفة أنها عايشة معاكم هنا بالضبط كده معقولة؟ ومين لسا محلها بحاجة زي دي؟ عميتك يا ستي أنت يا طانت؟ أيوة يا بنتي دحقها الشرعي ونصيبها من جوزها وحرام علي لما حرمها منه تقومي تجيبيها تعيش معاكي هنا؟ وفيها إيه؟ اللي كنا بنتخانق عليه خلاص مات هنعمل مشاكل على إيه؟ صراحة يا طانت أنت انت قوية قوي أنك تستحملي وضع زي ده بالعكس ده أنا ضعيفة قوي لكن إيماني بالله هو اللي بيقويني بيهون علي حاجات كتير قوي وبيصبرني على أنا فيه وهو كلنا ريحين يا بنتي ربنا يديك السحة وطولة العمر يا ماما تعيش يا بنتي طيب هو ما تطمن على عمر أشوفه صحي ولا لسه؟ صراحة عندها حق تستغرب الوضع لأي حد يشوفنا من بره غريب جدا مناش دعوة بكلام الناس ده لا بيجيب ولا بيودي خلينا في حالنا يا بنتي مناش دعوة بحد وحشتيني وإنت كمان أخيراً رجعنا زي الأول وبقى عمر وسطيني أنا كنت خلاص يقصت أنا مش مصدقة أن كل ده كان ممكن يحصل الحمد لله ربنا موجود المهم تأمني إيه أنت كويسة مادام عمر كويس يبقى أنا كويسة يعني مفيش دعوة بيتاخد كده ولا كده من وراي أشرف أنا كنت بأخد الأدوية دي عشان أنسى لنا فيه إنما دلوقتي خلاص ربنا نرجع لي كل حاجة الحمد لله يا حبيبتي ما قلت ليش صحيح عمليت عمر اتكلفت كام يعني المستشفى والدكتور والمرافق حوالي 22000 دولار يا خبر ده كتير قوي مفيش حاجة دكتر على ابننا أيو بس انت جيبت الفلوس دي منين ورس من أبوي يا هودا هو عام يالله يرحمه كان معاه كل الفلوس دي لدرجة أن كل واحد فيك ويبقى نصيبه كبير كده بابا اللي يرحمه كان تاجر كبير ومحترم ولي اسمه وسمعته فمش كتير عليه أبدا بعد العمر ده كله إنه يكون صاربة زي دي سبحان الله شوف الفلوس دي جات لك في الوقت المناسب الحمد لله يمكن أن غير ما يحصل ده لا كنت قدرت تشتري القلب ولا تعمل عملية من أساسه بس أنا ما اشتريتش القلب يا هودا والجبت منين هو ده الموضوع اللي أنا كنت عايز أكلمك فيه موضوع يا قشو يعني عمر عايش دلوقتي بقلب بنت عالية أيها ولولاها الله أعلم كان جراله وجرالنا ايه وبنتها ماتت ازاي؟ حدثت عربية ومن ساعدها ما شوفتهاش حرام مسكينة بفعلها مسكينة عاشت لبنتها بعد جوزها ما مات عشان تربيها وفي الأخير ثابتها لوحدها لا أحاول ولا قوة إلا بالله كل ما بفتكرها ضميري بيأنبني وبحس بالذنب وأنت تحس بالذنب ليه؟ بإني تقريباً كنت السبب في اللي حصل لها مش فا عالية قبل الحادثة جات لي هي وحيات هنا جات لي عشان تعرض عليها الجواز وأنا رفضت وقلت لها إن أنا بحب مراتي وابني وقلت لها كمان إن مؤمن إن هم هيخفوا ويرجعوا زي الأول وكمان اتهمتها بالأنانية نزلت منهارها هي والبنت حصل ما حصل أيوة بس أنا مش فاهمة برضو عالية قد عايزة تتجوزك ليه؟ لأنها كانت مريضة كنسر خافت تموت وتسيب البنت لوحدها قامت بنتها هي اللي ماتت وثابتها لوحدها بس هي ما كانتش أنانية فكرت في ابننا عمر بعد موت حيات بنتها وها بيته قلبها وشاهلتني جميل مش عارف أرده إزاي وحفضل شاهله فرقة بدي طول العمر كنباية في حياتك يا دكتور حياتك نباية؟ الحمد لله يا سلام ها عملا إيدي الوقت هيا وورا أيام أنا عارفة أن الموقف صعب عليك قوي بس أنت لازم تحاولي تتغلب علي دلوقتي بس أنا عارفت أن تقديك وتتعبانا وإحنا مكناش حسين بيك أيوة بس أنت دكتورة وتعرفي أكتر مني والمفروض ما تستسلميش زي مش بييدي صدقيني حياتي كانت كل حاجة بالنسبالي حبيت نفسي وخفت عليها عشانها تحديت الدنيا وما قدرش تكسرني برضو عشانها كانت الرئة اللي ما تنفس منها والقلب اللي بيتحرك وبحس بيه تفتكري بعد ما الرئة تموت والقلب يوقف بقى لسه في حال القلب موقفش القلب لسه بينبط ومستنيكي هو عمر عمل عملية عملها عملها ونجحت ورجع أحسن من الأول كمان مبروك يا هودرة ألف مبروك الحمد لله مبروك عليك أنت كمان لأن من النهاردة بقى لك في عمر زي بالزبط ويمكن أكتر كمان ما تقولش كده ربنا خليليكم وما يحرمكوش من بعض أبدا وما يحرمناش منك ده أنت السبب في اللي احنا فيه ترجعتنا روحنا جمعتنا بعد ما كنا هنفترق اديتنا أمل في بكرة الحمد لله الحمد لله عايزة بقى بعد كل ده بيسيبك تعيش لوحدك كل واحد بياخد نصيبه يا هودرة علشان كده أنا أنا جاية لك النهاردة وجايبة معايا نصيبك نصيبي؟ أيوة نصيبك أنا جاية أطلب إيدك النهاردة لأشرف جوزي أكثر فأسوأسف وهكذا أيوة نصيبك